برج العزراء اليوم 10 مارس 20-23 عندك اشخاص كتير حواليك ولكن انت عايش شخص يفهمك ويقدرك انت برج لما بيحب بتدي كل حاجة حلوة جواه لان انت مرد بمعاناة واستغلال نفسك حد يحتويك ويحسسك بامتك لان انت عاشر تنسى ضموك وهم السبب في دموعك انت كمان بتتحسد يا برج العزراء من اهل الشيء بيحصل لك تملي عندك عدم استكرار كل ما تقول هنا وهستكر وارتاح يحصل شيء يرجعك كما كنت في شخصية في حياتك زقامة عالية عيوة في جنبك ويخرجك من المحن والقلق اللي انت بتمر بيها يا برج العزراء كل اللي ظلموك تظلموا كل اللي جاء عليك وكان السبب في ظلمك وكسرك هم كمان تظلموا وتكسروا بالفعل كما تدين تدان كل اللي اذاكت اذا يا برج العزراء في شخص قريب منك قوي وانت لا تعلم مهتم بيك وبيرأي بحلاتك في صمت هو بيفهم شخصيتك من بعيد لبعيد وممكن يكون معجب بس هو عايز يقرب منك ولكن عايز يتأكد الاول ان انت شخص يستهله ام لا في مال عندك متعلق مش عارف تطوله ولكن هيحصل فك اللي قريب برج العزراء انت بتعاني من تعف جسمك يقلمك بشدة ولكن في شفاء الله قريب بإذن الله عندك كمان اخبار حلوة وفرحة مؤكدة وفي مناسبة سعيدة هتحضرها وانت كمان بتستعد لها من دلوقتي انت كمان عندك عتبة جديدة او تغيير للمكان اللي انت هتكون متواجد فيه حاليا وفيه عوض كبير من عند ربنا عشان انت زبرت وراضيت وفيه فرحة كبيرة هتعم عليكم يا اصحاب برج العزراء وفيه كمان حركة كتير الاهم اللي جاية فيه عظمات وفيه اشخاص جديدة وفيه تجديد علاقات داخلين حياككم يا برج العزراء انت كمان عندك انسلاح لحالك وحلول لامور كتير مع قد عندك حواليك اشخاص كتير بيتكلموا عليك من وراك وقلبهم اسود من ناحيتك وبيطلعوا فيك لقطة الفتصانة عشان انت برج مرزق وناجح برج عندك الحسس سبعة شغالة بتحس بيهم من قبل ما تشوفهم الناس العقارب اللي بيدخلوا حياتك يخربوها وبيحصدوك على يلي شيء فيه لقاء او قاعدة هتعودها يا برج العزراء هيحصل فيها اتفاق على فرح وهتحط النقط على الحروف انت عندك اه يعني حد او انت ممكن يكون حد ورايد منك او انت هتعودوا قاعدة فيه يعني لقاء مع اشخاص جايين لك هتعودوا قاعدة هتتفقوا على فرح الفرح ده يخصك او يخص حد يهمك وهتحط النقط على الحروف وفي النهاية تكون انتهت كراءة البرج العزراء ما تنسونش اه في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد في قناتي باي